السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة اليوم بلغة طنغوة أو حلوة طبقات بطريقة مغايرة وصفة قديمة وأنا أكيد لما تعملوها تعجبكم وتعجبوا وليداتكم جي بنينة 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 بزف هذه الوصفة ناجحة وتلموا نحبها راني غير نشكر فيها جربوها أنا أكيد حتى تومن تعجبكم وتعاودوا تعاودوها وتعاودوها حطيت لكم المقادر مكتوبة مع الصورة هكذا باش تعملوا سكرين ويسهل عليكم متسابوها عندي كيلو من الفارينة قشور ليمونتين ورشة من الملح اللي حطيتها في الجنب نزيد عليها 400 قرام من الزبدة تكون طرية درجة حرارة الغرفة جبدوها على بكري مع خمس ملاعق من السكر ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية غير مملوقة ما تعمروهاش بزاف وملعقة كبيرة من لفاني وهذه ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية اللي هي نصف ضرف يعني 5 قرام نخللكم المقادر مكتوبة بالقرام اللي يحب يوزن خميرة الفورية ما تعمروهاش بزاف نعود نأكد عليكم نبدأ في الأول نبسس الفارينة مع الزبدة مع المكونات الأخرين لازم تبسوا مليح الفارينة مع الزبدة أنا هدك الإناء جاني صغير إذا ما تبس إناء أوسع باش هيدا نجم نبسسها في خاطري وهكذا حكوها بين كفية ديكم هكذا نبسوا نحكو الزبدة مليح مع الفارينة أو الفارينة مليح مع الزبدة حتى اللي تدخل مليح الفارينة مع الزبدة ويتخلطوا ويتجانسوا أنا نمسرع على الفيديو لكن تمنخدموا علىها خاطركم تشوفوا كامل مكونات الجانسوا ونخدموا مليح عادة ريدة عملت حفرة هيدا في الواسط حطت فيها حبة البيت اللي خليتها مع القليل من الحالب الحالب الكمية غير محددة أنا أتخلي 250 ميلي لترف هذا العجينة لكن هو الكمية غير محددة ممكن يدخلكم أقل ممكن يدخلكم أكثر تبدأوا تزيدوا في الحليب حتى يتلتم العجينة العجينة تكون طرية وما تتلاسقش في اليد عادي عجينة كما عجينة الصابلة تكون طرية وما تخليوا ما تجريوهاش بالزاف كذلك وما تخليوهاش ناشفة أنا أكملت كامل هاد الكأس وزدت شوية زدت ربع كأس يعني 250 ميلي لترفيضة بتعملتها ونبدأ هيدا غير نلم فيها الآن العجينة غير نلم فيها بأطراف أصابع معنيش ناجن ما تخليوش العجينة ناشفة باش من بعد ما تغبنكم مش كتجيو تعودوا بتحلوها زدوا الحلية بغير بالشوية حتى لي تلتم لكم العجينة هيدا شوفوا معايا كيفاش تكون العجينة طرية مشيرها جارية ومشيرها ناشفة هيدا باش ما تخبنيش من بعد ما نجيو نعود نحلها بالحلال الآن نخليها ترتاح لساعة ساعة كاملة أنا خليتها ساعة كاملة وهي ترتاح إذا كان حال سخون فصل الصيف نصف ساعة تكفي ما تخمرش هياغي ترتاح لأنها فيها كمية كثيرة من الزبدة لذلك ما تخمرش بعد ما فاتت ساعة بالضبط نقسمها إلى ثلاث كوريات يكونوا متساوين حاولوا تعملوهم بالتساوي أو وزنوهم باش هيدا يجوكم متساوين باش نسهل الأمر علي جبت وارق الطاي من الأحسن تحلوه في وارق الطاي لي قصيتو على حساب الطول تع السينية نجيب القورة الأولى ونحط فيها العجينة كما لكم تشوفوا ونحلها على حساب الطول تع الورق الطاي رشيت القليل الفارينة ليشتوها تلسخ لكم رشوا بالقليل من الفارينة ونحلها على حساب الطول تع السينية الآن نحطها في السينية إلا جاني شوية زايد نعود نحيه بالنسبة للعجينة الثانية فتحتها على البلاستيك فقط الورق الطاي يحطيتو به بالعجينة في السينية عيدا باش تفهموني والعجينة الثانية راني نحلها على البلاستيك باش متكوش سلسخ لفلي بلوندت خافاي إلا حتاجيتو الفارينة رشوا رشا خفيفا فقط ما تكتروش الفارينة ونسجمها كما راكم تشوفو راني نوري هادا التوضيحات للمبتدئات نعرف كاي الناس اللي تعرف بتاع كاي الناس اللي ما تعرف والو مرة على مرة نرفض السينية ونسيها على حسابها نشوفي لاجا العجينة رهاب الطول تع السينية نعمل ثقوب في العجينة الأولى ونعمل فيها المربة أنا عملت أكثر من نصف علبة تع المربة علبة صغيرة أكثر من نصف باش يجي المعجون فيها بزيادة لحلوس الطباقات ما خاص باش ما جي ناش ناشفة نكترو المربة ضروري نكترو المربة الآن نجيب الحلال حطيته هنا الحلال في الطرف وراني نرولي عليه العجينة غير بالشوية أنا نمسرعه الفيديو تماني غير بالشوية وخدمه روليس العجينة على كامل الحلال وغير نعاود نحطها نرفض به ونحط العجينة على العجينة الثانية هذه الطريقة الأولى وبيدي إياها كده نسكم ونخرج لهوا نضغط غير بالشوية ما ستضغطوش بزياد نضغطو غير شوية ننحي الزوائد وهم هاد الزوائد نعاود نردهم في الأماكن دي يكون يخص فيها العجين وكحتسا مشكل كل شي حاجة ما جي باينه هايدا نحي كامل الزوائد ونشوف أي مكان يكون خص فيه العجين نعاود نغطيها فوق نعاود نغطيها هيدا ونسكم في خاطري كامل العجينة وعاود بقين فوق شاد نعاود نعمل ثقوب في العجينة هيدا باش نخرجوا منها لهوا ما تنتفخناش في الفل ما تنسوش باش تثقبوها بالشوكة باش ما تنتفخلكمش في الفل بعد ما سقت كامل جوانب وزيت فيهم العجين عاود عملت بالشوكة هيدا ثقوب عاود نزيد المربة زيت نصف علبة اللي كانت باقيت لي ممكن تزيدوا اكثر من نصف علبة انا ما كانش عندي لذا ضفت نصف علبة من فوق عاود حليت العجينة الثالثة باش ما نطورش عليكم حليتها بلا ما نصورها وبالبلاستيك هاتي طريقة اخرى بالبلاستيك مباشرة نحطها على الطبقة الثانية ثمان عملو الحاجة اللي يجيكم سهلة نعاو نضغط غيل باش شوية توجوه تضغطو هايضا باش تخرجو لهوا وما تنتفخر لكم مش لقاطو ما يتفخر لكم مش فالفون نعاو نحي البلاستيك ونحي الزوائد لانا راهم مش انتفين شوية واي مكان نحس بلي رايخص فيه العجين رايخص فيه العجين عفوا نعاو نزيد فيه العجين انا نحيتهم وعاو درديتهم لانا شيتهم باللي كانوش شابه نحيتهم سقطتهم بالحلال وعاو درديتهم هايضا على شكل مستطيل في كامل الجوانب هايضا كما راكم تشوفو وحتى هومان اه اضغط عليهم بالشوكة حاجة ما جيباينا حتى حاجة ما جيباينا من بعد دوك نعاو نغطي وكل شي بالشوكولا انا دخلتهم للفون خليتها تتابع لخاطرها حوالي 45 دقيقة وهي في الفون او من 40 حتى 45 دقيقة مرة مرة لا تفقدوها لما تشوفو الجوانب خدا ولون ذهبي عادة قدوا عليها النار من الفوق باش ما يقعد لكم مش لداخل الخضر كي تشوفو الجوانب تخدا ولون ذهبي الى محمرة عادة يقعد وحمروها من الفوق الان كما تشوفو دوبت الشوكولا 300 جرام من الشوكولا لما استوالوا مع هات الشوكولا هات الشوكولا كيدوبتها جتني سائلة هاكدك اي طالت الاذا تشتوها جت متماسكة الشوكولا ممكن تدو معها ملعقتين من الحليب او ملعقتين من الزيت هيدا باش تخفوها شوية وزيينت كما كم تشوفو بشوكولا البيضاء وحبيبات من الحلوة ونخليها تنشف ناكد عليكم في الطياب لازم تطيبوها تخليوها تطيب على خاطره باش يجيبكم الطبقات اللي داخل طيبين لما تشوفوها من الجوانب حمارة عاودوا قديوا عليها النار حطوها في الرف الوسطاني على 180 درجة طبعا النار تكون متوسطة بعد ما عمت لها الشوكولا خليتها بردت برد القاتو مليح لانا عمت لها الشوكولا مباشرة بعد ما خرجتها من الفرن عمت لها الشوكولا خليتها بردت مليح في المطبخ ومبعد عاود دخلتها شوية ثلاجة بالشوكولا تجمد لان الجنبه اللي عندي كان شوية سخون عاود قطعتها الى مستطيلات ممكن تعملوها الى مربعات او دي لوزنج كل واحد وكيفاش يحب هذا القاتو يجي تري ما يحشمكمش اذا حبيتوا تجربوا نصف الكمية وتوجو خصموا كامل مقادر على زوج مع هذا البيض عملو حبابت بالنسبة للخامير الفورية ما تجيش بينها بالنزاب بالعكس اعطينا الضوقة رائع وطبع اخر للقاتو جربوها وخليولي اراءكم اللي تهمني بسا في الفيديو اخر ان شاء الله تجسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس الياسي لكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته